في متابعتها اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعلن انخفاض حالات الاستشفاء بنسبة 56% خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. الوزارة أوضحت في بيان لها أن عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء قد بلغ 120 حالة، أي ما يعادل نسبة 61% من العدد الإجمالي للحالات المسجلة، مؤكدة أن الوباء يبقى إلى حد الآن منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط. الوزارة أشارت إلى أن الحالات التي كانت متواجدة سابقا على مستوى مستشفى القطار قد غادرت كلها المؤسسة بعد مثولها للشفاء. أما الضحية التي تنحدر من ولاية عين الدفلة وتبلغ من العمر 43 سنة وفارقت الحياة بمستشفى بوفريك ليلة الاثنين الفارط، فإن التحاليل المخبرية التي أجراها معهد باستير أثبتت عدم وفاتها بداء الكوليرا علما أنها كانت تعاني من مرض تريزوميا وعجز كلوي. نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة منذ السابع أوت الجاري وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء يبقى سار المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء، تقول الوزارة.